هذا وتوصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وشهد معبر رفح البري دخول أكثر من 200 شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم بالإضافة لست شاحنات وقود فضلا عن استقبال الجرح والمصابين ومزدوجي الجنسية كما شهد المعبر اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تم تجهيزها بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدا لدخولها إلى معبر رفح